نحن نشوف جدول ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم اللي حصر فيه يلا بي الاهلي من 16 مباراة من 16 مباراة فقط اهلي فريق لعب مباريات في الدوري الممتاز متصدر الترتيب ب40 نقطة بتبتتكلم فيه اكتر فريق حقق انتصارات ب12 فوز والفريق اللي مخسرش ولا مباراة واكتر فريق او اقوى هجوم مع بيرامدز ب29 هدف واقوى دفاع دخل فيه خمس اهداف كل ده من 16 مباراة فقط بيرامدز فيه المركز الثاني من 18 مباراة 37 نقطة بنفس الرصيد ونفس عدد المباراة في يوتشر فيه المركز الثالث الاتحاد السكندري من 19 مباراة 33 نقطة وبعده الزمالك من 18 مباراة 32 نقطة في المركز الخامس المكون العرف فيه المركز السادس ب31 نقطة ثم غزل المحلة فيه المركز السابع ب27 نقطة فرقه فيه المركز الثامن ب23 نقطة اسوان فيه المركز التاسع ب22 نقطة سيراميكا كليوباترا فيه المركز العاشر ب21 نقطة سموحة في المركز ال11 ب21 نقطة وبنفس الرصيد المصر ومنقوس مباراة عن سموحة في المركز التلاتاشر تلاعي الجيش ب17 نقطة وبنفس الرصيد امبي في المركز الاربعتاشر ونيجي بقى الاكشن داخلية في المركز الخمستاشر ب16 نقطة ثم حرس الحدود في المركز الستاشر ب15 نقطة واخيرا الاسماعيلي والبنك الاهلي بنفس الرصيد في المركزين الاخيرين ب14 نقطة ترجمة نانسي قنقر